إلى الرياضة حيث تغييرات متوقعة في تشكيلة لبنان لمواجهة الثانية أمام أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم والعين على تحقيق مفاجأة في مباراة الغد مصحوباً بالمعنويات يلي استمدى المنتخب اللبناني بالشوط الثاني من المباراة الأولى أمام أستراليا عم يسعد الفريق اللبناني ليدخل المباراة الثانية بكمبرا بالعاصمة الأسترالية بسئة عالية وبمعنويات مرتفعة جداً هذا الشيء ظهر بوضوح بالتحضيرات الصباحية المكسفة فالجو المعنوي الإجابي أصبح واضح بالأجواء التفاقلية اللي عبر عنا نجم المباراة الأولى دانيال لحود اللي هز قائم مرمى منتخب الكانجورو ومعه ما كان يعرف بالتفوق الأسترالي نعم، أنا مستعداً، لكن كان المباراة في المباراة، أريد أن أقوم بأسرالي لكننا لدينا مجمع كبير، وأريد أن أقوم بأسرالي لكن الأمر الأهم الأهمية، أريد أن لبناني لفعالي بسرالي وشعرف جداً فأجواء التضربات في قامبرى بوطيرة أعلى وبتدريبات صباحية شملت إعادة اللياقة وتمارين فردية لتكون الجهوزية وصلت إلى أفضل مستوى قبل المواجهة الثانية اللي سيدخلها منتخب الأرز ليلة الثلاثة بشكل مختلف كمية في كتير لعبين بعد ما أخذوا فرصتهم الكاملة مثل ما قالت أنت دانيال نزل وبرهن وفي لعبة خبرة كمان لازم نظل تكون معك بالملعب والأمور هلأ ممكن يصير شوي التغيير بماتش تاني لنظل لأنه نتعرف بعد كل أربعة يام عندنا جيم للريكوفر وهيكي ممكن يضل كل الفريق فراش فإن شاء الله قادرين نعمل شي ما هو أكيد أنه تدريبات الفنية والتاكتكي للمواجهة الثانية ليلة الثلاثة المقبل بستة وعشرين أدار ستشهد تغييرات كبيرة والأهم ستكون سئة الفريق مختلفة كليا عن بداية مباراة اللي جارت بمدينة ستني بيبقى أن المنتخب اللبناني سيخود اللقاء من دون أي خوف الجهة اللي ستحاول فرد إقاعة أمام المنتخب الأسترالي ترجمة نانسي قنقر